موضوع الحليب واللبن وعدم تحمل اللاكتوز اللي بغيت نقول لكم متابعين الكرام هو أن المشكل اللاكتوز معروف عالميا يعني كل شيء يهضر على الحليب واللبان والتخمرات اللي كيوقع في القولون وفي الجهاز الهضمي من نجاهد المشكل يعني من المصدر دياله من الأول شنه هو السبب عدم تحمل اللاكتوز نعطيه بعض الإحصائيات يقولون بأن تقريبا ثلاثين ديال العالم كامل عندهم عدم تحمل اللاكتوز يعني ما يقدرون شيء يهضموا اللاكتوز البروتين اللي كان في الحليب اسميتوا اللاكتوز ما يقدرون شيء يهضموهم بزيان يوصل للقولون المصران الغليد حيث المعداء والمصران الصغير والإفرازات البانكرياس والمرارة كل شيء يهضم المكلة قبل أن تصل للقولون ما يوصل للقولون غير ذلك الشيء يجب أن يخرج الإفرازات والبرازة أعزكم الله يعني ما يجب أن تصل إلى شيء اللي كان عليها التهضم كان عليها التهضم في المصران إذاً الناس اللي ما يقدرون على هذا الحليب أو على هذا البن هذه المادة اللاكتوز تدوز لهم نيشاً حتى القولون لا يجب أن يهرسها لا يجب أن يجعلها التهضم جيداً لكي يستفيد منها ولا تضيع ولا تذهب للقولون حيث لمشاة القولون يتم واحد الميكروبات لا يكون في المصران الصغير واحد الميكروبات في القولون في المصران الغليد هذا من اللاكتوز هذا هي الزردة كي يشدوك اللاكتوز يبقى و يخمروه يخمروه يبقى و يتلقوه غاز الميتان غاز ثاني أكسيد الكربون واحد الأحماض دهنية قصيرة السلسلة شورت شين فاري أسيدز مهم كي يديروا واحد المجموعة هذه الإنتاجات التي لم يكن عليها الدار فكي حصلوا بأن البطن تنفخ الغازات تقريعها الآلم الإسهال حي توصل له اللاكتوز البروتين الأساسي اللي في الحليب وصلحت لقوله ما تهرسش في المصران الصغير شكولك يهرس هذا اللاكتوز باش ما يقعوش هاد المشاكل هادو عند الناس اللي الإحصائيات كتقول بي أنهم ثلاثين في المية فقط ديال سكان العالم هما اللي عندهم تحمل اللاكتوز أو لا لاكتوز برسيستنس اه عفوا لاكتاز برسيستنس تحمل اللاكتوز حيث عندهم اللاكتاز ما يخلعوكم مش هاد المصطلحات ولا ترونوش اللاكتوز هو البروتين اللي في الحليب المادة اللي في الحليب اللاكتاز ستسمع آز في الأخر آز آز هذا هو أنزيم يهرز شيئا بروتياز يهرز بروتينات آميلاز يهرز نشويات أو بعض المواد الأخرى غيت سمع آز هذا هو أنزيم اللاكتاز لدينا في المصران الصغير فعندما يأتي اللاكتوز تشدوا اللاكتاز وتقسموا لكي يسهل على الدورة الدموية في الجسم أنها تمتص اللاكتوز كما قلنا لكم طولة سكان العالم هم اللاكتاز إذن الدراسات يقولون كيف طولة عنده اللاكتاز والطولتين فقدوا اللاكتاز حيث في الصغار لم نردع الحليب للأم يعني يكون واحد تحمل حيث ربي لا يجعلنا بلا لاكتاز وتحرمهم من الحليب الذي يجبنا نكبره به حياتنا بالماكلة العادية يعني في الصغار كلنا كان عدنا اللاكتاز فشوصلنا لواحد لمرحلة طولة الناس هم اللي بقاوا محافظين على اللاكتاز طولتين فقدوا ذاك اللاكتاز ما بقاش عندهم ذاك الأنظيم لي كي يهضم اللاكتوز مزيان لابا الغريب فهد دراسة قبل ما انت تطرقوا لها الدراسة اللي كي يهضروا على هذا الشي كي يقولك ماشي كي يستغربون من ذوك الناس اللي فقدوا اللاكتاز وكي يستغربون من هادوك اللي مازال عندهم اللاكتاز. قال لك كيفاش هاد الناس مازالين محافظين على اللاكتاز. وكأنه كين واحد الفكرة واحد المبدأ خصنا نآمن به جاي من السماء وحي من السماء. بان الانسان من صغره حتى يكبر خصوه يفقد اللاكتاز. بالصف عليك خصوك تفقد اللاكتاز. الى ما فقدتيش اللاكتاز فانت انسان غير طبيعي انت في شكل. انت كتشرب الحليب وما كيوقع لك ولا انت في شكل. يعني كين واحد تهجم على الطبيعة الانسانية اللي خلق ربي في هاد العالم. بلص ما نشوفه العكس. علش هاد الناس فقدوا اللاكتاز. وخصنا نشوفه كيفاش نعالجوا لهم داك المشكل الباشي واللي وكيشربوا الحليب. اللي يتحرموا منه. بلا ما يدير لهم حتى شي مشاكل. لا. احنا غنخليوا ديك الحالة المرضية. ان نردوها هي الطبيعية. وديك الحالة الطبيعية هي اللي خصنا نتقوم نسؤوله. علش هادوك مازال عندهم اللاكتاز. رغمين غير الطبيعي انه يبقى عندك اللاكتاز باش تشرب الحليب وما يدير لك والو. شو شو العلم كيف تشربه في هذا القرن الواحد والعشرين. سبحان الله يعني واحد تفكير ما ما فهمتش. الناس اللي عندهم اللاكتاز ما زال عندهم اللاكتاز وكيشربوا الحليب والليبن ما يدير لهم والو. الناس عاديين. ما ما كتسماش هادك حالة مرضية. كما قال واحد المفكير عارف مزيان شنو وقع في العالم. قال لك راه شي مرات شي حويش كيوقع في العالم من كثرتها. إلا كانت النسبة دي لها كبيرة بزاف كتوليك تعتبر هي النورمال. لا بتخيلوا الناس كاملين فيهم تنسيو. كل شي مرضى بالطنسيو. إلا واحد في المياه في العالم واش ؟ ما سوف نقوله؟ ما سيفعله heltسر Никعنا. لم يتصعد إنه يمكنهم. Sum legitim. هدوما العام الأغلبية ولم لا. لك wie지는 أهدي ذكا واحد في المياه مزال ما جاهدي يفسد. و وكأن الارتفاع الضغط لغد. لأغلب الناس فيهم ارتفاع الضغط. نعطي مثلا مرض انغطي مرض. مرض stato humanity. 1 فالما في العالم الوصاب بالعمال. فها المرض ي Materbof حوض بس Burner. اذا هم اللي كنت تعتبروا حالة غريبة حالة مرضية غريبة علش هاد الناس ما كيقدرواش ياكلوا الخبز ديال القمح ولا ديال الشعير اللي فيه الجلوتين وتتعدوا 90% ديالنا صراح قادرين ياكلوا يعني هادوك تتعدوا 90% ما ما غاد نهضرواش معاهم حيث حالة طبيعية ولكن لا قدر الله ما كانت النوشد شيء وقع ولكن الى بداها الشيكي تزاد بزاف والنسبة ديال السيليا كتطلع بزاف غاد نوصله وughest maybe 70% ولا 90%з بالعالم لا يتحمل غلوتين حتى واحد ما يبقى كياهكل الخبز العشرة ثالثة ما كانت ياكل الخبز عن ما الذي سنقوله في هذه الساعة ما سنقولهش عالش هادو كل شيء ما بقى كياهكل الخبز علىش كول الشيء الناس ما كانت دابية هضمون الغلوتين لا يعني هاد الناس مقلوch hasn technologies يعني هاد العالم ما كانت طالقش من 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 وحد تفكير محايد ما ما نحسبش لهيبي انا معاه هاد الناس لي في العالم تفكير محايد باش نفرق بين الحالة المرضية والحالة الصحية لا دبا الاغلبية هي اللي كتحكم الى الاغلبية مريضة غديثميوا هدوك اللي ما مرادش انهم هما اللي مراد شكرا اذا هذي بين قوسين باش نوريكم يعني شي مراد كنقروا دراسة علمية وكنقروا في هذه الأبحاث العلمية وكتشوف شنو كعين كتحسب رأسك بانك غادف واحد للتفكير والانتقاد والكلام العقلاني اللي كيوصل لواحد النتيجة فاذا بك تعتاريك بعض بعض العقبات وكتخليك تفكر هاذ العالم هذا بالصحراء بعقله من اللي قال هاذ الهضراء هذه المهم ما عليناش قال لك ذاك التولوت اللي في العالم اللي عنده اللاكتاز فشكله لماذا ما فقدش اللاكتاز خصوة يفقد اللاكتاز باش ما يبقاش يشرب الحليب باش نبيع له الحليب ديال اللوز هذا بيني وبينكم اذا هذا اللاكتاز واحد الانظيم كان في الجهاز الهضمي باش نهضمه اللاكتاز الحمد لله انا كنشرب الحليب واللبن الحمد لله ما كتوقع لي تشي حاجة اذا ما غادش نحيد الحليب وما غادش نحيدش اللبن وعارف شنه هو النوع ديال الحليب واللبن ولا الجبن اللي غادش نقنشرب هذا دعوتين موضوع اخر الاسباب لهذه المشكلة الله اعلم ولكن غالبا كنشي حاجة حيث ماشين الناس كاملين كيف يفقدوا هذه القضية هذه ما احد 30% عندهم اللاكتاز و 60% او الاكداء و 60% ما عندهم ش اللاكتاز اذا را كنشي مشكل خلاها الناس يفقدوا اللاكتاز كما قلت لكم اللايف الفايت اه كين طفرات جينية كي وقعوا طوال حياة الانسان حتى كيوصل واحد لعمر وقيل ذوك الطفرات ملكتروا بزاف خلا ان ذاك شي كي تورت بزاف الاجيال القادمة وكل جيل كالقوا بانه بدك يفقد ذاك اللاكتاز بسبب طفرات اللي وقعوا الوالديه الجدوده بالامراض اللي كانوا فيهم وذاك شي وقيل هذا هو السبب اللي خلا ذاك اللاكتاز اللاكتاز يعني ما تنقارض عند بعض الناس اه بالنسبة كيفاش نعرف واش بالصح عندي هاد المشكلة ولا لا مثلا شي واحد كيشرب الحليب واللبان مرة مرة كيحسب شي حاجة كتضروف المسران ولكن شي مرة كيحسب رسوية عادي واخا كيشرب ما كين مشكلة يعني باش غنعرف واش عندي تحمل اللاكتاز او لا لا ما غداش نديروا واحد تحليلة ديال اللاكتاز او لديك دوك الموريتات لجان واش عندك شي ديفوف في شيء او لديك شي كيكون غالي بزاف كين ثلاثة ديال النصائح من بينها واحد طريقة عملية باش تعرف واش عندك تحمل اللاكتاز او لا لا يعني واش عندك ذاك الانظيم ديال اللاكتاز او لا فقدته بحالك بحال الناس اول حاجة بلصفين عايش لقوا بان شمال اوروبا اقصى شمال اوروبا الدول اسكيندنافية عندها تحمل اللاكتاز بواحد درجة رهيبة جدا كيشربوا الحليب ما كين تشي مشكل هادوك ما تفقدوش اللاكتاز بزاف اوروبا عموما واحد نسبة متوسطة شمال افريقيا حتهي واحد نسبة متوسطة يعني كين واحد نسبة محترمة من الناس اللي عندهم تحمل يعني اللاكتاز حلو بان الاكثر م fez ressarquit انちょاليني شد�� ان تم في اشرق اسيا وشيء مناطق للشرك الاوسط يعني على حسب المنطقة اللي عيش بها تكلمنا ببيئة كتكتر الماكنة اللي كتكتين في سيذة منطقة كتكمتر الحليب هو اللاكتاز اللاكتاز من لها الحلوب دايلا افريقيا الرق ان يمشى هذه مشكل bringen كبير يستيحى يعني من خلال بنطقة اللاكتاز تقادر ان تعرفوا مشfecture هادو ما نois graduates نحن الحمد Transitarrillehmm مرة شمة لا افريقياوم متى ان تكونوا مشكلة كبيرة بزاف كان عدم تحمل عند بعض الناس ولكن واحد نسبة محترمة كتتحمل هاد اللاكتوز يعني اذا كنت من سكان شمال افريقيا او لبعض دول من الشرق الاوسط حتى هما كيتحملوا هاد اللاكتوز ولكن اكتر شعوب تحملا وما كيدين لهم والو الحليب واللبن يعني ما كيدين لهم والو اقصى شمال اوروبا تاني طريقة وهي انك اللي غادي تشرب واحد الكاس كبير ديال الحليب واللبن من بعد بشي ستين دقيقة غادي تلاحظ بشي عالمة ولا ما كينش انتفاخ الام في البطن غازات الى ما كينش هذه العالمات مزيان راك تحمل تلك اللاكتوز وراه تحويل غلوكوز وغالاكتوز حيث اللاكتوز راك جوج سكارية غلوكوز وغالاكتوز إلا تهرسوا غلوكوز والغالاكتوز كيمشوا في الدم الدورة الدموية كتتقبلهم كتر ما كتتقبل اللاكتوز اللاكتوز بوحده هكذا اللاكتوز يتهرس بحل الكلوتين دي القمح يتهرس و يدقره مزيان عاد بشك تقبلوا الدورة الدموية هادي الثاني حاجة العالمات ميبانوش فيك إلا بانو فيك العالمات فغالبا عندك عدم تحمل اللاكتوز يعني داك اللاكتاز ما غنقوله شمون عادي محيط ماشي ضروري يكون عندك صفر بشي وقع هاد العالمات يقدر يكون عندك غير ناقص بوحد النسبة يعني شي شي نسبة دي اللاكتاز قدرت انها تحمل تقريبا ربع ديال الكاس ديال الحليب اللي شربتي ولكن داك المقياس الكبير ديال الكاس ما تحملوش حيث ما بقاش عندك اللاكتاز اللي غنزي يهضم بحل لك تفهم بانك هنا واحد نصيحة ديال انك تنقص من الكمية ديال الحليب اللي تشرب او ديال اللبن اللي تشرب تنقص من ديال الكمية والتشوف الى موقع كوالو عرف بان ديال الكمية هي اللي صالحها لك انت شخصيا في اليوم كامل وقلا هادك هو القدر اللي غاي تناسب مع المقدار ديال الاكتاز عندك في الامعة. حيث را كيمشي ادك شي كيمشي بالكمية. انت عندك الاكتاز انظيم الاكتاز. ماشي ماشي فقط تهجارها. ما زال كتتتحمل الاكتاز. ما زال غادي تشرب الحليب. ولكن داك النسبة ديله قليلة. الى شربت كمية كبيرة من الاكتاز. هاد الاكتاز اللي عندك يلا غاي هدم واحد النسبة. تقريبا تولت ديال داك الحليب. ولكن هاد الشي كمان ما يقدر شي هذا ممزيان. اذا ستفهم بانك تبقى تنقص. جرب لغدله نص كاس. اذا وقع لك شي مشكل جرب طولة ديال الكاس. انت ستعرف النسبة اللي ما تحرمش راسك من ناحية الحليب. وفي نفس الوقت تفهم بان ما كنش عندك مشكل. يعني ديما ستبقى تشرب حليب وما كنش مشكل. وثالث الطريقة وهي الاكتر يعني دقة يعني بالقياس داك شي كون معبور. هو انك تعبر السكر. طريقة الثالثة والاخيرة وهو انك تعبر السكر. فشكة تعبر السكر. من بعد 40 دقيقة ستعبر السكر. الى القيته طالع الجرامونس. مزيان. ستكون عندك قابلية لانك تهضم الحليب. يعني ما كنش مشكل على شحيت ذلك اللاكتوز ذلك البروتين للحليب. تهرس. غلوكوز وغالاكتوز. غلوكوز داز في الدم. هوا طلع لك السكر في الدم. يعني حتى الحليب اصلا فيه السكر. وبهذه الطريقة الثالثة غلوكوز متصينا وهضمنا الحليب. يعني ما عندناش مشكل مع انزيم اللاكتاز. او لا موقع احتش ارتفاع في السكر. وكي يعني بان اللاكتوز ما تحولش للسكر. بل مشا. حيث ما عندناش اللاكتاز. مشا حتى القولون. ما لقاش اللي غادي هرسوا بحل. لكن ما قلت لكم انزيم اللاكتاز. مشا القولون وغيتخمرتمه وغي يعطينا مشاكل في الجهاز الهضمي ديالنا. اذا كانت هذه نبذة مختصرة على اه موضوع اللاكتوز وعدم تحمل الحليب واللبن. والمشكل ديال انزيم اللاكتاز. ابحث ما زالها مستمرة في هاد الميدان. علش الناس ما كيقدروش يشربوا الحليب. علش واحد الناس مازال مستمر معاهم اللاكتاز. لانزيم اللاكتاز. وناس خرين ما بقاش عندهم انزيم اللاكتاز. انتمنوا ان شاء الله مستقبلا. بلص ما نبقى ونهربوا من واحد اه الفئة غذائية. ونعوضوها بواحد الفئة غريبة. اه لو حليب اللوز. لو حليب اه الله اعلم شي مكسرات اخرى ما ما على باليش. ولكن اه غريب جدا اننا نقوموا نحيدوا شي حاجة خلقها ربي. ونعوضوها بحويج اخرين. يعني اعلش حنا نشدوا اللوز ونحاولوه حليب. الا دوك الناس اللي كي يداويوا. كان بعض الامراض ما كيقبلوش الحليب ديال البقار ولا هادا كي ياخد الحليب نحن حضرهم مع هذا. احنا كنا نحضرهم من المنطلق ديال الدراسة ديالي جات عند الناس العاديين قال لهم لماذا عندكم الاكتاز. الا نظام من الاكتاز. اذن احنا سنجاوبوها انتي ماشي سوقك. اللي عنده الاكتاز بسحته. اللي ما عنده اللاكتاز هو اللي خلصنا نعاونوه. باك يكون عنده الاكتاز مستقبلا او لا باش يستاعد الوظيفة لللاكتاز. او لا يلا كان عالجات جينية باش باك ويتقاد ويقول لك يتحكم مزيان ويشرب مزيان الحليب وما يوقع الوالو بلسطة ما يبقى يشري الحليب ديالوز بالأغلى الأتمينة نقادلوا اللاكتاز ديالو ويتهن حياته كاملة إذن شكرا جزيلا على هذا الصبر ديالكم الاستماع المعلومات كنتم مني إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ونتلقاوا الأسئلة ديالكم والمدخلات ديالكم باش نستمروا في هذا الموضوع اشتركوا في القناة